الوحدة الأولى لمحة عامة عن كندا كندا بلد حيوي ومتعدد الثقافات مكون من شعوب متنوعة كندا بلد يثمن التنوع ويحترمه وقوانين كندا تنطبق على الجميع بالتساوي ينتظر من السكان في كندا التحلي بالتسامح والاحترام تجاه جميع الأشخاص بصرف النظر عن سنهم أو نوع جنسهم أو عرقهم أو حالتهم الاجتماعية أو مركزهم من حيث الزواج أو الأسرة لغتهم، دينهم، جنسيتهم، وضعهم كمهاجرين ميولهم الجنسية، وقدرتهم أو عجزهم التمييز يمنع الأشخاص من فعل أشياء بإمكان الآخرين فعلها بكل حرية والتمييز ضد شخص ما يعني معاملته بطريقة غير متساوية مع غيره من الأشخاص وبطريقة سلبية تحذر القوانين الكندية معاملة الآخرين معاملة سيئة أو بشكل غير منصف بسبب هويتهم الناس في كندا يعترفون بأن التمييز موجود على الرغم من أن كندا مجتمع متعدد الثقافات ومنفتح على الآخرين فإن شخصاً من أصل خمسة أشخاص في كندا قد عاش تمييزاً في حياته التمييز يؤدي أحياناً إلى العنف أفعال التمييز العنيفة غير شائعة في كندا هذا النوع من العنف يعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون يمكن أن يتخذ التمييز أشكالاً مختلفة أحياناً التمييز من السهل كشفه وفي بعض الأحيان الأخرى يكون أكثر خفاء انظر إلى بعض الأمثلة للتمييز من أي بلد أنت؟ عد إلى بلدك التمييز على أساس الجنسية فريقنا لا يسمح لللاعبين بتغطية رؤوسهم لا يمكنك أن تلعب في الفريق التمييز على أساس الدين المصعد معطل التمييز على أساس الإعاقة رجلان يمسكان الأيدي علنا قلة حياء التمييز على أساس من نحب الميور الجنسية لا يمكن لامرأة أن تقوم بهذا العمل التمييز على أساس نوع الجنس الأشخاص مثلك لا يمكن أن يشتروا بضائع هنا التمييز على أساس الهوية الجنسانية إذا استمر انتقال أشخاص مثلهم للاستقرار في هذا الحي سيصبح الحي غير آمن التمييز على أساس العرق التمييز يمكن أن يتخذ شكل تجارب يومية تشمل الإهانات أو الشتائم من بعض هذه الإهانات ما يلي معاملة الشخص على أنه عديم الذكاء معاملة الشخص كشخص مشبوه مخاطبة الشخص الخطأ على أنه عامل خدمات معاملة الشخص معاملة غير منصفة في الحصول على الخدمات في كندا، لك الحق في أن تطعن بكل احترام في الإجراءات أو الممارسات التي تشعر أنها تمييزية انظر إلى التوصيات حول كيفية التعامل مع التمييز في كندا فكر في نقاط قوتك تحدث إلى شخص تثق به اطلب من الشخص إذا أمكن الكف عن ذلك اكتب تفاصيل ما الذي حدث والأسماء والتواريخ والتوقيت والأماكن وسيوضح ذلك ما إذا كان هناك نمط سلوك تمييزي ممنهج يمكنك طلب المساعدة من خبير متخصص في الرعاية الصحية العقلية بإمكانك الاتصال برقم هاتف الشرطة المحلية لغير حالات الطوارئ من أجل طلب الإرشاد إذا كنت في خطر، اتصل بالرقم 9-1-1 للشرطة وخدمات الطوارئ إذا تم التحرش في مكان العمل، تأكد مما إذا كان لصاحب العمل سياسة مضادة للتحرش واتبع التعليمات التحلي بالانفتاح والمرونة والتسامح تجاه الاختلافات سيساعدك على التأقلم مع الحياة في كندا يمكن أن يتم ذلك من خلال ما يلي التزام الاحترام في العبارات التي تتفوه بها وكيفية تصرفك احترام حق جميع الأشخاص في العيش كما يحلو لهم حتى وإن كان ذلك يختلف عن طريقة عيشك وتشجيع المعاملة المنصفة لجميع الأشخاص دون استثناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر